السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا في الفقرة الأولى معي ضيفي الكريم ضيفي الدائم الأستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي بجريدة موقع الزمالك اليوم وفي الفقرة الثانية لاعبين مميزين برعامين من براعم نادي الزرقى ممتاز به اللاعب محمد مصطفى موليد 2007 واللاعب زياد علي موليد 2009 وفي الفقرة الثالثة معي الكابتن محمد بيبو المدير الفني لفريق موليد 2005 بنادي الزرقى أحد أدية الممتاز به والكابتن أسامة الشامي مدير أكاديمية الكابتن بمحافظة كاف الشيخ في البداية طبعا بأرحب وأكرر ترحيبي بالأستاذ محمد مجدي رسول محمد مجدي أخبارك يلعوه كله تماما كله تماما عايزين بقى آخر مستجداد سريعا كده نخش فيه كواليس وأخبار نادي الزبالك آخر مستجداد الموجودة على الساحة الرياضية طيب عايزين هو طبعا الفريب أمر اللي هيخش التدريبات الجامعية غدا بعد راح حصل بها أكتر من خمسة أيام طبعا المنتظمين في المنتخب هيعودوا يوم 19 تمام دي بالنسبة للفنيات داخل التدريبات والكلام ده مفيش أي إصابات مفيش غير محمد عبدالشافي مش هلحق المباراة نهائي دوري أبطال إفريكي عشان الناس ما تحطش بس أي أمل ولا أي حاجة تمام بس ذا أكيد آه مش هلحق استحالة لأنه لسه ما دخلش التدريبات الجامعية هدى الوقت تمام تمام بعد كده إيه اللي هيتم من خلال المباراة سواء منتخب الشباب فيه اتنين ناشئين من الزمالك وحسام أفيصل وحسام أشرف والمنتخب الإلومبي والمنتخب الأول اللي فيه حوالي ست لعبين من نادي الزمالك تمام طيب آخر مستجدات طيب بص أقول له حضرتك على حيك أولا عاوزين نفصل ما بين الشك السياسي والشك الرياضي في مصر تمام تمام عشان بس نطم للناس وما تحصلش طبعا إحنا شفنا طبيعنا الليموني اللي فاتهم بلبلة على السوشيال ميديا وبلبلة في إحدى القنوات ولكن أحنا خاصيم بالشك الرياضي وليس السياسة إحنا آه ملناش ضعب السياسة تماما أو السياسة ملناش ضعب الكسة تمام إحنا فيه رئيس نادي الزمالك دخل عضوية مجل الشعب هو أول مجيء رئيس نادي الزمالك ميسك رئيس نادي الزمالك 2014 كان عيده مجل الشعب بالصبت تمام دي حاجة خاصة طيب نتكلم عن المسجدات الموجودة حاليا وفي ظل هذه الأوضاع يعني بالرغم من دخول نادي الزمالك في حدث وعرص قروي كبير وهي نهائي أبطال أفريقيا الكل دلوقتي صامت ما فيش حد عايز يتكلم غير في التدعمات للفريق لعبت الزمالك مركزة وعارفة هي عايزة إيه بالرغم من كل من ناوشات اللي حصلة على الصحة ما فيش أي لاعب عنده شك أو تهز واحد في المية أنه ده هيأثر بالسلب عليه في النهائي بس إحنا عايزين نكون مرحيمين شوية عايزين نبعد شوية ما نتحدثش كتير في هذا الأمر الموضوع انتهى كل واحد ليه إيجابياته وكل واحد ليه سلبيات مش عايزين بقى نتكلم في الموضوع تاني طيب قبل ما أخش بس في الشق الرياضي وبالأخص في مسجدات ناتي الزمالك معي يا ضيفي الكريم الاتصال التليفوني المداخلة الهاتفية الكابتن رمضان ناي رئيس نادي المصي السلوم أهلا وسهلا كابتن رمضان التحياتي لي يا كابتن أحمد رضيوبك الكرام مش عارف مين معك السيد محمد ماجد الصحفي بجريد نادي الزمالك التحياتي لي والشخصيات المحترمة اللي ليها معزة حبيبي كابتن نقول لي كده يعني يا أخي المسجدات نتكلمه الأول عن الفريق الأول لقاردة قدم بنادي المصري آخر المسجدات إيه والتعاقدات الجديدة والله يا كابتن أحمد ياريت تديني فرصة برنامجة نعارف الوقت بتاعك المجدات إن الدوري السنادي دوري صعب الأندية كلها بتشتكي من قلة الدعم من قلة الموارد اتحاد الكورة بيزن الأندية يقولهم هتبدو يوم خمسة عشرين حداشر اللي جاي ده أو واحد اثناشر بالكتير الناس ما فيش إحنا بمطروح تسع فرق ما عملناش فترة إعداد إلى وقتنا هذا ما فيش ولا حد تمرن ولا حد تعافظ مع أي لعيب من قلة الموارد وقلة الدعم إلى وقتنا هذا والناس بتشتكي أنا خلال برنامج الجميل ده بوقف رسالة باستاذ عمر الجانيني أنه شوف حل للأندية تقصم الثالث والمنتزبه برضو معانا هو كمان منضر يريد يطلع أي دفعة من الأندية زي ما حتى نتعودين بناخد دفعة من اتحاد الكورة بمدري عشان نقدر نساهم ونقدر نشتغل بيها لحد دلوقتي ما فيش أي مجددات نسمع أنه في دورية لعب لكن ما فيش أندية تتمرن على الأرض الواقع ولكن دعم الوزاة الشباب هل فعلاً موجود بالفعل ولا ما فيش والله هما قالوا خلال الأسبوع الجاي ده الوزير هيصرف بالفعل إن شاء الله تمام بس الدعم اللي بيجي هيجي خمسين ألف جنيه محترامي ليك ما يعضوش دمس أو حتى أجارات ملاعب لكن أنت بتتكلم في أندية عايزة بتدعم ست لعيب هو اللي عايزة جيب سبع لعيبة هو اللي عايزة جيب خمس لعيبة هتجيبه من كفين الأندية دي تمام الآن الأندية بتاعة المطروح اللي هي ما عندهاش أي موارد أو أي دخل من أي مكان إحنا كان عندنا المحافظين بيدعموا فينا دايماً لكن اللواء خالد سعيد برضو بوقهنه رسالة ياريت ياريت اللواء خالد تطلع أي دعم للأندية في الفترة اللي جاي عشان الرياضة مطروح لو فيش أي دعم أنا شايف أن الرياضة يبدو انقطع الاتصال طبعاً بناشد طبعاً اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طبعاً بالدعم الكامل لأندية مطروح طبعاً وبناشد أيضاً الاتحاد المصري لقرة القدم بدعم هذه الأندية للوقوف طبعاً على مجرات المسابقات اللي هتبدأ إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل أستاذ محمد عايز أتكلم من وجهة نظرك كيف يعود نادي الزمالك للاستقرار الإداري برغم الاستقرار الفني ممتاز 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 ولكن الاستقرار الإداري مانا بسأولو حضرتك ولا الزمالك ماشي إزاي استقرار إداري مفيش فني استقرار فني مفيش إداري يعني نحسبوها إزاي دي طيب إحنا كنا من عشر شهور هنا كلمنا وقلنا على نفس السؤال حضرتك سياتوري من عشر شهور تمام كيف يعود الزمالك للاستقرار الإداري طيب دلوقتي هنكلم على الواضع الحالي أنا كل اللي طالبه من المستشار المحترم أستاذ محمد منصور تمام إني هنعمل زي ما عمل في 2014 هنبعد بقى بص ابعد بقى عن السوشيال ميديا وعن التلفزيون ده نهائي تمام إشتصرحات خالص يتم تعيين متحدث رسمي لنادي الزمالك أيا كمي بقى مو بالفعل أحمد عفيفي أمير مرتضى منصور بارز أو في الحتة دي وبيعرف يصرح كويس جدا بصراحة ممتاز في الحتة دي عاوزين هدوء عايزين نوزع الملفات تانية أستاذ أحمد على مجلس الأدارة كله تمام يبقى كل واحد مسؤول عن ملف خاص كل واحد وخصاصه وحضرتك اللي هتدير وكله منصوب لحضرتك مع أنت اللي هتتحاسب والنجاح بيبقى منصوب لك برضو تمام هتوزع الملفات هيتم تعيين خلاص فيه مشرف عام على الكرة فصل الكرة نهائي جدا بصراحة وهيتم تعيين لازم لازم يكون فيه متحدث رسمي في النادي عايزين أنا أخذ معلومة من نادي الزمالي تمام أو أخذ أي حاجة أخذها من مصدرها بالضبط عايز واحد بس أتحدث معاه مش عايزها لأي النهاردة بكرة رئيس النادي بيتكلم بعده المشرف العام على الكرة بيتكلم تمام لأ عايز بس تصريح واحد يطلع من مشرف عام على الكرة أو متحدث رسمي بإسم النادي الزمالك يومي تمام تمام لازم دي تبقى موجودة في الحزبان هلما أنا هدلوقتي هبدأ أوزع بقى الملفات يا أستاذ أحمد هديك إنت ملف الإنشاءات هدي هنا ملف كرة اليد ملف الألعاب الأخرى زي السلة تمام هدي هنا ملف كرة القدم لكذا لكابتن مثلا إسماعيل يوسف وإحمد مرتضى تمام وأنا هتشوف على الدنيا كلها فهم أصدي هي لازم تمشي كده ولازم يتعين متحدث رسمي ولازم يكون في لجنة كرة متكونة من لعبين أو تلاتة قدامة محترمين يأخذوا عليها أجر عشان أجي حاسبهم آخر الموسم ما جيش حاسب بالإدارة بس تمام طيب إحنا لازم نكون في لجنة تخطيط بس هي لجنة تخطيط هي لجنة الكرة يعني طيب عايز أتكلم عن برضو من الأقرب للحصول على البطولة الأفلقية الزمالك عشان أنت زمالك أي لا والله بس أقولك على حكا طبعا الأهلي أداء أتطور مع موسيماني في الفترة الأخيرة لا فنيا بسم الله ما شاء الله وكذلك الزمالك أداءه ثابت يعني لو هتلاقي نفس الزمالك تلع من كارتيرون على مستر باتشيكو هتلاقي الأداء ثابت فهم قصدي المباريات الكبيرة بيعرف يلعبها يديرها كويس جدا لعبت الزمالك عشان بس نبقى فاهمين حاجة المدرب يا أستاذ كابتين أحمد وانت تعلم ذلك 30% اللاعيبة لو في حالتها هي 70% فأمصدي فأيا كانت الخطط أو أيا كانت البدار خلنا نكلم بصراحة اللاعب بينزل المستطيل الأخضر سدقني بينسى كل حاجة تمام تمام دي بتبقى كوالة لعيبة لعبت الزمالك دلوقتي المحترفين على أعلى مستوى في القرى الأفريكية تمام بصراحة يمكن أعلى كوالة لعيبة محترفة فهو نادي الزمالك اللاعب المحليين دوليين تمام بصراحة وبيشاركوا يعني عندك 6 لعبين في المنتخب الأول وعندك لعبين في المنتخب الشباب وعندك بتاعة 3 لعب على ما أعتقد في المنتخب اللومبي يعني تيم الزمالك بقى تقيل وبقى مقفول وكل بصراحة الفضل ده كله يرجع لأمير لأنه هو اللي قفل على الدنيا دي كلها وفصل الكورة نهائية عن أي حاجة داخل النادي تاني طيب أستر محمد عايز أتكلم عن الراحلين حالا أحمد رفعد محمد عنطر محمد عنطر حالا دلوقتي من ساعة وقع للنادي المصري لبرسعيدي تمام وكان قبله أحمد رفعد مقابل 6 مليون جنيه أحمد رفعد تمام ثلاث سنوات تمام ومحمد عنطر بس لسه ما جاليش تفاصيل العقد إيه تمام بس هو تم ده أبرز الراحلين عن النادي الزمالك خلي بالك الاتنين دول من الفاكرة احنا لما تكلمنا في السبعة اللي هم هيرحلوا عن النادي الزمالك صح؟ وقلتلك إن في ملف الرحلين سبعة من سنة قلتلك دول هيرحلوا أقول اتنين من دمن السبعة كم بداية السيزون بالضبط فأنت لما سألتني على ملف الرحلين قبل كده قلتلك في سبعة هيمشوا تمام كم من المهم من الاتنين آه فيه طبعا في ملف الرحلين القادم كاسونجو تمام وفيه عمر السعيد وفيه محمد حسن وفيه محمود عبد العزيز محمد عبد السلام وكريم بامبو مفاجئة لسه أقول لك الأسماء الدلواتي إيه اللي أنا أقول لك كاسونجو عمر السعيد محمد حسن الديفندر محمود عبد العزيز حتى المشاركات بتاعتهم كانوا لي وكريم بامبو تمام مستر باتشيكو قال لك لا أنا مش كان فيه كلام على إمام عشور وإسلام جابر طيب ولكن إسلام جابر دلواتي احنا خدنا إيه عهدنا بالزاكرة لكابتن محمد عبد العيلة فاكره اه الديفندر الشمال ده فإسلام جابر بيلعب نفس الدور دلوقتي والصراحة ماشي فيه مميزة طب الصفقات الجديدة الصفقات الجديدة اه لهذا الموسي هم على معتقد اللي تموه واجتمل التفاقع لهم خمسة بشكل تسعين في المئة تم التوقيع مع نبيل عماد دونجا ومع حمزة المسلوسي تمام كان الزمالك تعاقد مع أري بابل ولكن إيه الإسماعيلي خلاص تعاقد معادي الوقت كان الزمالك صرف نظر عن التعاقد لأن فيه الزمالك قال لك أنا مش محتاج جنيه أنا عايز مواجم أفريقيا نظرا الاحتراف بأمر الله مصطفى محمد بعد التتويج بتشامبوزليج يوم 27 تمام يوم 27 طب خبر حصي برضو في حل طبعا حصول الزمالك ده وعد من رئيس نادي الزمالك أن مصطفى محمد كان وعد وعدين يعني أنه مباراة الآلف الدوري نكسبوها وكان نهاية طول الدورة بطولة أفريقيا فبأمر الله لعبت الزمالك مركزة مش عايز جاميري الزمالك تقلق لأ الدنيا تمام ومفيش أي مشاكل داخل الفريبة أمر الله رايخ في الجهاز الفني اللي نادي الزمالك شخصيته كوية باتشيكو شخصيته كوية وعني كابت المتحط عبدالهادي برضو شخصية محترمة وكل حاجة بس كان في انتقادات في باتشيكو قبل ما ييجي أو قبل التعاقد عشان كان هيرب قبل كده أيوة هو ما كانش هيرب هو كان نهل الدور الأول كان حصل انت عارف المجزرة بتاعت الدفاع الجوي الله يرحمهم كانت حاصلت المجزرة فهو مشي بعديها تمام ورجع جي مستر فيريرا بعدها ميسي فكان باتشيكو راح للشباب السعودي على ما عطاكت في الفترة دي انت قال عادي يعني خلاص قالك الكرة كان متنبئ ان الكرة هتوقف شوية في مصر تاني وكيسة دي جالوا عرض زي ما كرتلون عمل طيب ايه أخبار حل مجلس الإدارة ومتى يتم حل مجلس الإدارة نادي الزمالك متى يتم حل مجلس الإدارة ده بالنسبة دوارد لا فانا بطمنك وبطمن جماهير الزمالك الكلام ده مش هيحصل ديه بالقانون وباللوايح تمام مش عافية باللوايح لا لا باللوايح أكيد طبعا بص يا فاندي مقولك على حاجة دلوقتي أنا عشان أحل مجلس إدارة نادي مش لازي الزمالك بس هو ليه كلام على نادي الزمالك بس يعني أنا مش شاير بصراحة هو اللي موجود على الساحل الوقتي والله بطر بعد إذنك بعد إذن الأستاذ عمر أديب والأستاذ أحمد موسى خفوا عن نادي الزمالك شوية بالله عليكم احنا حتى تلعى أمر من اللجنة الوطنية للإعلام قالت آه بنطالب بالحيادية في الفترة بعد إذنكم خفوا عن نادي الزمالك شوية خلاص احنا خلاص الموضوع انتهى طه رئيس النادي خسر برلمان وخلاص معلش رئيس نادي الزمالك مش قليلة فهمني فما تجيش بعد إذنك خلاص بقى نخف شوية عن نادي الزمالك مش كل شوية هنطلع كل يوم بخبر عن نادي الزمالك ناخد تلت ساعة طيب الانسكريبت بقى خلاص متوحد بقى لا عليكم يعني نخف عن نادي الزمالك شوية لأنه هو نادي الزمالك دلوقتي هادي مفيش حاجة خلاص تقبلوا الانتخابات النزيهة تقبلوها ومفيش أي مشكلة مش عاوزين بقى يعني يبعد نادي الزمالك عن أي حاجة تانية عشان بس اللي دايرة على التويتر دلوقتي إن فيها اشتاجات طلعة على الأستاذ أحمد النوسى إن أستاذ أحمد النوسى وأستاذ عمره دي فمش عايزين يعني خلاص بقى عشان إحنا الدولة في وقت حريجة يا أستاذ أحمد فمش عايزين نخش في نفق نطلق قصر محمد عايز أكلمك عن الفرق ما بين الجمهورين الجمهور نادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك الفرق بين جمهور الزمالك إن جمهور الزمالك بيدعم في الصحة بس لا جمهور الأهلي بيدعم صدرته على الخطأ والصواب يعني لو جمهور الأهلي شايف إن كابتن محمود الخاطيب عمل خطأ لا مش هيصدق فهو أنا هدعمه جمهور الزمالك لا بيقف هنا سطوب ده غلط فهمدي ما بيدعمش سداني والله ده الفرق ان جمهور الزمالك ما بيدعمش الغلط اخيرا رسالة توجهها لجمهور نادي الزمالك للمباراة النهائية بص صبر ولا طمأنينة لا 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 ما تلاقش بص اقول لك احنا مش خايفين والله ما خايفين وعاز اقول لك اكسم بالله انا ما خايف انا خايف من النواشات اللي عمالها تحصل كل يوم يا جماعة النادي الاهلي ونادي الزمالك جماهيرهم هي مصر كلها فطبعا الدولة دلوقتي في نوقف ووقتها مش هيسمح للمنواشات زي دي يعني ما الراجل ما يوضش يبني او سيد احمد في كذا اتجاه تاني وتيجي انت من منظومة الرياضة اللي هيا المفرد اللي بتهدي الأجواء الكوة النعمة في مصر تبقى اوز كل حاجة فبالله عليكم عايزين نهدي شوية الأجواء مفيش تعصب بأمر الله اللي هيكسب هنقول له ألف ومبروك هما الاتنين شرفوا مصر ومصر ونهائي اللي هيكسب هنقول له ألف ومبروك اكيد طبعا اه يعني بأمر الله اذا مالك لو الزمالك كسب هنقول له ألف ومبروك لو الأهل خسر هنقول له أرض لك والعكس برضا اه والعكس برضا لا لا ان شاء الله مش تيجي العكس بأمر اللي أنا انت بس بحييك على التوقعك للمطش الرجاء انت الوحيد اللي قلت 3 واحد ويعني أنا تبعت بعض الكومنتات اه في كل المواقع يعني انت قلت للحلقة اللي فاتت النتيجة 3 واحد انا قلت لك 2 صفر فتقوعك شعبوه يعني توقعك حبيب انا بس عزة طعم الجمهور الزمالك ما تقلقوش والله في واحد محترم ماسك مش فعام على الكورة قافل على الدنيا كلها تمام وهو حتى لما بعد بص قالك انا قافل كل حاجة لحد يوم 27 فيه بعد يوم 27 كلام تاني ما تخافوش من الأخبار اللي بتطلع بتقول ان في حل مجلس دارة لا يمكن لجزئية دي بس عشان ايه اخر حاجة ماينفعش وزيري الشباب والرياضة يحل مجلس الدارة لو فيه مخالفات مالية او ادارية بيختر النادي بيختر النادي وبياخد رد خلال شهر انه يساوي المخالفات دي دي حصل اخصصات كل جهة وبالنسبة للموقف الاولمبية بامر اللي فيه قضية يوم 23 يوم حالي هيتم الفصل فيها في الادارية العليا بمجلس الدولة تمام فهيتم بامر اللي انتهاء الموضوع على خير وتطمنه ان شاء الله ومصر بامر اللي هتقدم مباراة رائع العالم كله هي شفرة ان شاء الله بإذن الله في صورة مصر رائع بامر اللي يازم طبعا في ختم هذه الفقرة بأحب طبعا اشكر ضيفي الكريم الأستاذ محمد مجبي الصحفي بجريد موقع الزمالك اليوم شكرا جزيلا امس محمد شكرا لحدتك بكل جنيه هنطلع لفاصل ونستقبل برعمين من براعب نادي الزرقة منتاز به اللاعب محمد مصطفى موليد 2007 واللاعب زياد علي موليد 2009